دخلت الزوج فوجد زوجته تبكي فسألها عن السبب فقالت أن العصافير التي فوق شجرة بيتنا تنظر لي حينما أكون بدون حجاب وهذا قد يكون فيه معصية لله فقبلها الزوج بين عينيها على عفتها وخوفها من الله وأحضر فأسا وقطع الشجرة ثم بعد أسبوع عاد من العمل مبكرا فوجد زوجته نائمة بأحضان عشيقها طبعا ما كانت ردة فعل هذا الشخص لم يفعل أي شيء سوى أنه أخذ ما يحتاجه وهرب من المدينة كلها فوصل إلى مدينة بعيدة فوجد الناس يجتمعون قرب قصر الملك فلما سألهم عن السبب قالوا خزينة الملك قد سرقت في هذه الأثناء مر رجل يسير على أطراف أصابعه فسأل من هذا؟ قالوا هو شيخ المدينة ويمشي على أطراف أصابعه أوفا أن يدعس نملة فيعصي الله فقال الرجل طالله لقد وجدت السارق أرسلوني للملك فقال للملك إن الشيخ هو من سرق خزينتك إن كنت مدعيا فقطع رأسي فأحضر الجنود الشيخ وبعد التحقيق اعترفا بالسارقة فقال الملك للرجل كيف عرفت أنه السارق؟ قال الرجل حينما يكون الكلام عن الفضيلة مبالغا به فاعلم أنه تغطي لجرم ما المغزى أو العبرة من هذه القصة أنه يوجد في حياتنا أشخاص يدعون الفضيلة يدعون أنهم أصحاب المتل والقيم العليا هم أساسا شياطين الإنس شكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة